وزير التعليم كان في مجلس النواب بيقول للنواب مجانية التعليم ظلم اجتماعي اضرت بنا وبندحك على نفسنا بيقول تاني تذكرت حفلة عمر دياب 20 ألف جنيه وإحنا مش لقيم فلوس الوزير بيتكلم بقى الصحافة تاخد بقى حتة من كلامه ويبدأوا يهيجوا يقولوا في الآخر انا بقول ما اقتنع به لا يوجد بديل اخر الا اصلاح التعليم وفق المنظومة الحالية قولا واحدا فكرة مجانية التعليم ما كل واحد كل ابو كل امر كلنا عندنا ولادنا يسأل نفسه هو تعليم مجاني صحيح الاجابة لا التعليم كل واحد بيصرف تلت ميزانيته على التعليم درس خصية وكتب خارجية وانتقالات اللي ولاد وغيره قد ايه تلت ميزانيت كل بيت راح على التعليم طب هل التعليم اللي ولاد بتعليمه بجد لا هل التعليم على مستوى الدولة منتج يعني عندي تعليم راقي بيولد وبيخلق فرص عمل الاجابة لا اول ده الراجل بيقوله بيقوله ان احنا بنتحك نفسنا التعليم مش مجاني طب ما تيجي نزبطه الموضوع ما تيجي نبقى واقعين تعالوا نشوف الدنيا فين ما فيش دولة في العالم بتعمل كده احنا بقولوا التعليم مجاني ومتكلف 300 مليار منين بزينة الدولة اللي هو منين يعني من فلوسكم من ضرائبكم من مجهودكم في الاخر ما تيجي نحط الامور في النصابها الطبيعي تعالوا ما نبلحش الحاجات ونقول عندي مجاني التعليم وعندي كألم عنديش مجاني التعليم ايه التعليم مش مجاني المقوله ايه اللي بيحصل انا بنفق برمي فلوس 300 400 مليار جنيه برميهم في الشارع برميهم في البحر دون استفادة منهم لاني فقط عايز احافظ على اكلش ايه اسمه مجاني التعليم مفيش حاجة اسمها مجاني التعليم في حاجة اسمها ترشيد التعليم تحقيق تفرف التعليم من خلال انفاق الانفاق ده مين الاب اللي بيصرف 10.000 جنيه مثلا عن التعليم دروسه سوغيره والاب اللي بيصرف 1000 جنيه والاب اللي بيصرف 100.000 جنيه كل ده موجود لو كل واحد 10% اللي بيصرفه عن دروس وما فيش دروس خالص ما فيش كتب خارجية خالص اعتقد ان احنا هننتقل نقلة أخرى لكن علينا نفهم إحنا فين بجد من أرض الواقع ننطلق